ممكن كان التوقعات مبارح أكتر شوية لصالح نادي الزمالك وكفيه ثقة شوية للعيب النادي الزمالك في أرض الملعب شوفت مبارح المباراة إزاي مباراة كبيرة فاز من يستحق فاز بلغة الكرة اللي جعان للبطولات أكتر لأنه الأهلي خسرته للدول في مرتين متتلقتين مع كأس مصر كمان أمام نادي الزمالك في مباراة واحدة كانت في وسط الموسم للكأس ما قبل الموسم الماضي لأنه كأس الموسم الماضي لسه مستمر والأهلي يواجه الزمالك أيضا في الفترة الأجاية لكن الأهلي تعثر تعثيرات كتير جدا أمام نادي الزمالك في المواجهة المباشرة فيما بينهما والجمهور كان مستأم من الأداء السلبي اللي كان للعابة نادي الأهلي اللي هم أصحاب أسماء كبيرة وبطولات حقه بشكل كبير لكن الأهلي دايما بيحب البطولات لكن اللي كان أكثر صلابة زهنية على أرض الملعب اللي كان نازل من البداية في حالة من التركيز اللي كان محتاج للفوز وللقب هو كان النادي الأهلي وقدر أنه يحقق الفوز لأنه دفاعه وسط ملعبه قوي جدا ولذلك كان لديه إمكانية أنه يتحكم في الرتم أكتر وأكتر على الأرض ملب حتى نادي الزمالك في وقت من الأوقات كان باسك الكرة ما عنده حلول قليل الحيلة أنه يختارك دفاعات النادي الأهلي فالأهلي لعب بالطريقة التي تكسبوا المباراة أو تكسبوا مباريات الكؤوس التي هي المباراة 90 دي على تفاصيل صغيرة تخلص من خلالها الفوز واللقب والكاس واللهب طيب يعني طبعا ألف مبروك للنادي الأهلي وزي ما نحن نتكلم في الآخر نحن نتكلم على نتاج نحن نعين نتاج الأهلي فز بالمباراة بنتيجة 2-0 بس هاخد من كلامك وسألها كافية هل يعني الخطة اللي استخدمها كولر وفكرة أنه هو الخطة الدفاعية أو أنه عنده دفاع قوي دي كافية؟ يعني هل دي المفروض أن دي الطريقة المفروض يعتمد عليها كولر بعد كده والمفروض إيه اللي يحصل؟ مش هكرا عام لازم يكون عند مرودة تكتكية لأنه في ناس كتير هتزعل مني من الكلام ده بس أنه الفوز 1-0 على أسوان 1-0 في الدورة في الأسبوع الثاني ومن قبلها في الأسبوع الأول على نادي إسماعيلي 1-0 عنده حلول هجومية آه يعني زي هدف الثاني بالنسبة للنادي الأهلي في مرمى الزمالك فكرة أنه مهارة طهر محمد طهر هي اللي حلت الأمور للبديل النزل الأرض نعم لشانسجل الهدف الثاني في نادي الزمالك الفكرة في أنه آه عنده حلول من على البنش بيقدر أنه يجيبها عنده مهارة فنية بتقدر أنها تخلص أمور لكن لو قدام الوداد أو رجاء المغرب أنت هتفوز على ملعبك 1-0 هذا بقى السؤال هي دي فكرة بالزبط كده لازم يكون عنده أكتر إيجابية على مرمى الغريم لأنه أنت دفاع قوي جدا واحد عاد زي محمود متولي مدافع نادي الأهلي بعد إصابات كتيرة ورباط صليبي غاب بشكل كبير لكن تئيل موجود بيعرف يطلع كرة متقنة من الخلف الأمام مع محمد عبد المنعم 2 سرد بكات أو قلبي دفاع بالنسبة للنادي الأهلي تقال قوي مع نص ملعب حتى لما غاب أليو ديانج المالي وجود عمر سليم حمد فتح اللي كانت وقاله خبرات وعارفين كويس قوي بيمشي الأمور الدفاعية قبل الهجومية إزاي لكن في وقت من الأوقات النادي الأهلي كان مفصول هجوميا يعني شهد حسين ما كانش بتوصل له أي كرة في بعض الأوقات ما بنحسش أنه فيه كرة لها فعالية على الجانب بتاع نادي الزمالك من الطرفين بتوع نادي الأهلي ده كله مع السكاونتنج اللي لازم تعمل على الفرق اللي جاية اللي تقيلة لو أنت بتفكر فأفريقيا نهاية تالت على التوالي أو أنت تتفكر في اللقب أو على النفس الطويل بالنسبة ليه الدوري أنت تستعيد لقبك اللي الجمهور الأهلي مستنيه من لعبة النادي الأهلي تحديدا في هذا الموسم لو ما جابش أفريقيا مش مهم بس الدوري يرجع هم عندهم كده الأولوية يعني لا في عيوب عيوب فنية كتير قوي لأنه آآ فاز في الخمس مباريات اللي هو أخذهم مارسيل كولر هذا السويسري الذي يقود لقدر فنية النادي الأهلي منقدرش نحكم لأنه نقدر نحكم لأنه رجل عمل بصمة وخد وقت برضو يعني الخمس مباريات على فترات متبعدة لكن خد وقت شارك في أفريقيا وشارك في محليا وشارك في كاسو السوبر فاز آآ نتيجة إيجابية ده كويس قوي لكن كان مرونة تكتكية أنا مش عايز أبقى قاصي على مثلا جوزبالدو فريرا بس جوزبالدو فريرا مثلا المباراة دي خاف المباراة الوحيدة لخاف فيها رغم أنه عنده مرونة تكتكية جبارة